في البداية رحب بكم جميعا ممثلي الدول الصديقة للعراق ولشعب العراق أشكركم لتعاطفكم والكلمات لدعم حكومتي لغرض الوصول إلى انتخابات نزيهة مبكرة أعرف حجم التحديات التي نمر بها اليوم في العراق وتعرفون ظروف التي أتت بهذه الحكومة هي نتيجة انعكاسات اجتماعية لسوء الإدارة في العراق لفترة طويلة قبلنا بهذه المهمة الصعبة فقط لينقاذ ما يمكن انقاذه لكي يستعيد العراق جزء من عافيته ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة شوء الإدارة التي خلت العراق يحتمد على النفط وانهيار اسعار النفط وباء كورونا والتحديات الأمنية كل تحديات على هذه الحكومة أن تعمل على تدليلها أصبح واضح جدا أن الهدف من الهجمات على البحثات الدبلوماسية وعلى القوافل الدبلوماسية هو أضعاف الحكومة بالدرجة الأولى أكرر ضعاف الحكومة بالدرجة ومنعها من التركيز على تدليل التحديات الأساسية التي يواجه البلد التي ذكرتها قبل قليل تحدي الاقتصادي التحدي الصحي تحدي الانحيار اسعار النفط وإعادة بناء القدرات الأمنية العراق مر بظروف صعبة خلال الحرب على داعش نحن نعمل بكل جد منذ اليوم الأول على إعادة الاعتبار لهذه المؤسسة الأمنية لأن الدولة لا تقوم بدون أمن وبدون قضاء أن هذه الهجمات هدفها أحراج الحكومة بالدرجة الأولى ويبعاثها عن التحديات الأساسية من قبل بعض الجماعات الهدف الثاني من هذه الهجمات هي محاولات لعزل العراق عن المجتمع الدولي ودفع البعثات الدوليماسية والمنظمات الحكومية والغير حكومية إلى حز حقائبها ومغادرة البلد لكي تعبت هذه الجماعات الغير منضبطة منفلتة بمقدرات هذا البلد والسيطرة على مقدراته والعذف به عن طريق أبواب الفساد هذه الجماعات مصلحتها الأساسي أن يكون عراق دولة ضعيفة فاشلة حتى يستمر بامتصاص خيراته وموارده أمن الهيئة الدولماسية واجب الحكومة العراقية واستعادة الأمن هو ليس مطلب الهيئة الدولماسية وإنما واجب الحكومة العراقية أنا حقيقة أستغرب عندما نطلب الدولماسين هذا الحق الطبيعي الذي يحمي القون دولي هذا واجبنا كحكومة عراقية أن نوفر هذه الحماية وقمنا بإجراءات وسوف نستمر وسوف نتحدى هذه الجماعات أنت ضيوف في العراق أصدقاء للشعب العراقي وساعدتم جميعا بدون استثناء في حرب العراق ضد تنظيم داعش وهذه العراق يجب أن تستمر ونحافظ عليها